أهلا وسهلا فيكم رفقاتنا له الفيديو الجديد من فيديوهات قناة تقنية عربية بهذا الفيديو أصدقائي رح نتعرف على طريقة الدخول إلى البيوس وتعديل إعدادات البيوس والإقلاع بلابتوب التوشيبة التكرا R850 خليكن معنا للدخول للبيوس الخاصة بلابتوب التوشيبة اللي بين إيدينا وجميع لابتوبات التوشيبة كل ما عليك لتشغيل الجهاز ومن ثم بالضغط المتكرر أو الضغط السريع على زر F2 زر F2 بفوتني للبيوس الخاصة بجميع لابتوبات التوشيبة وبعد ما دخلنا على البيوس يا أصدقائي من لاحظ أنه بالواجهة الرئيسية اللي هي الماين عندي التاريخ والوقت ومواصفات الجهاز بشكل عام وبالنسبة لتعديل التاريخ والوقت عم يقلي هون أنه عندك الF6 والF7 صعودا ونزولا بعد ديل التاريخ والوقت أو الأرقام اللي موجودة فمثلا بضغط F7 شايفين كيف عم بطلع لفوق وF6 بنزل لتحت تمام؟ أما بالنسبة للانتقال بين الخيارات أو الخانات عن طريق زر التاب زر التاب بنقلني بين التبويبات تمام؟ كذلك الأمر بالأسهم صعودا ونزولا بنتقل بين الأسطر ننتقل عند تبويب السيكوريتي واللي بداخله فيك تحط باسورد على البيوس أو باسورد لإقلاع الجهاز الأولي قبل الوصول إلى الويندوز كذلك الأمر بخيار HDD والSSD باسورد فيك توضع باسورد على القرص الصلب كذلك الأمر قبل الإقلاع وقبل الوصول إلى الويندوز وأخيرا عندك خيار TBM يفضل يكون بحالة الديسابل أنا رح أوضعه بحالة الديسابل لإني ما بدي فعل هذا الخيار نهائيا في حال بدك تثبت ويندوز 11 أو ويندوز 11 هذا الخيار بتحطه بحالة الانابل طبعا ملاحظة مهمة جدا ويندوز 11 ما حينزل على هذا الجهاز لإنه من الجيل الثاني بالتالي لازم تكون حارق نسخة الويندوز عن طريق الرافوس ومستخدم فيها خيار تجاوز متطلبات الويندوز ننتيل عن صفحة الـ Power Management وفي عندي بعض الخيارات المهمة اللي رح خبركم عنها عندي خيار الـ Panel Open Power On هذا الخيار بيخلي الجهاز يشعل بمجرد انرفع الغطاء بمجرد انرفعت الشاشة بيشعل الجهاز من تلقاء نفسه أنا وضعها بحالة الديسابل إذا وضعتها بحالة انابل بيصير بيشعل الجهاز من تلقاء رفع الغطاء باقي الخيارات بتتركن مثل ما عندي Dynamic Switch عندي الـ Enable لموضوع الملتي بروسيسرز عندي كذلك الأمر الـ Turbo Boost خليها بحالة الـ Enable كذلك الأمر خيار الـ E-SATA بحالة الـ Enable كذلك الأمر خيار الـ SATA الـ Interface Setting رح يكون بحالة الـ Preferments وأخيرا عندي خيار الـ BIOS Power Management بفوت عليها وبخلي هذا الخيار Full Power بنتقل عن صفحة Advanced ومثل ما أننا شايفين هذا الخيار بخليه Available الخيار اللي تحتل منه بجعله VTX والVTD دمام ما بخليهم Only ولا بخليهم Disable إنما بجمعهم سوا وبخليهم الـ 2 بحالة الـ Enable عندي خيار مهم جدا في حال وضع الجهاز بحالة الـ SLEEP بيعمل Charge أنا طبعا رح عطل هذا الخيار وحطه Disable لإني بدي يوفر الطاقة قدر الإمكان وما ننسى خيار الـ USB Logistics يكون بحالة Enable كذلك الأمر عندي خيار الـ USB Memory أني يخليه بحالة الـ HDD لحتى يقرأ جميع الفلاشات لإني ثبت Windows عندي خيار مهم كتير اللي هو Change Boot اللي فيني عن طريقه عدل الأداة اللي بدي أقلع عنها بالبداية بشكل دائم إما بدي أقلع عن طريق CD-ROM بشكل دائم أو الـ Hard Disk بشكل دائم وما إلى هناك أو عن طريق الفلاشة بشكل دائم طبعا أنا وضعت الـ Hard SSD بالبداية أنه هو يقلع بالبداية كيف فيني أرفع أي مدخلة لإنه تقلع بالبداية الطريقة بسيطة وعلى الشكل التالي بمجرد الضغط على الزر الـ Enter بيقوم بيعطيني المدخلات بشكل عام وفيني أختار المدخلة اللي بدي أرفعها ومثل ما ذكرنا الـ F7 بيرفع الـ F6 بنزل تمام؟ F7 للصعود F6 للنزول طبعا مثل ما ذكرنا خليت الـ Hard بالبداية برجع بضغط Enter وبالتالي تتثبت المدخلات بالشكل اللي أنا رفعت ونزلت بعمل Skip للعودة إلى الخلف عندي آخر تبويب System Configuration بفوت عليه بآخر تبويب شباب عندي الكروت المدمجة ضمن الجهاز بإني فيني يفعلها أو أعطلها مثل الـ Build in LAN اللي هي كرت الشبكة الداخلي كرت الـ Wireless الداخلي لـ Bluetooth هدول الأمور فيني عطلهم ونفعلهم من هذا المكان يفضل أن يكونوا كلهم بحالة الـ Enabled وأكيد يا شباب الـ SATA Controller لازم تكون AHCI ملاحظة مهمة جداً باقي الخيارات بتركها مثل ما هي وأخيراً عندي تبويب الخروج اللي بيقلبه الحفظ مع الخروج عندي عدم الحفظ مع الخروج أو Load Setup Default استعادة ضبط المصنع لجميع الإعدادات اللي موجودة بـ الـ BIOS طبعاً أكيد أنا بعد ما عدلت جميع هذه الإعدادات بضغط على زر الـ F10 لحتى أحفظ هذه الإعدادات وتظل ثابتة ضمن الـ BIOS هلأ في عندي ملاحظة مهمة جداً يا شباب أنا وضعت Flash Memory داخل USB لهذا الجهاز وهلأ بدي أقلع عن طريقة مباشرة دون الدخول إلى الـ BIOS وتعديل إعدادات الـ BIOS نهائياً طبعاً إن كان الجهاز مطفئ نهائياً أو إن كنت بدي عيد تشغيله مثال أنا هلأ رح أحفظ هذه الإعدادات وأضغط حرف الـ Y للحفظ بالتالي رح يعيد تشغيل الزر الدائم والشامل لجميع لابتوبات التوشيبة للإقلاع عن طريق الـ Flash Memory أو أي مدخلة هو زر الـ F12 بضغط على زر الـ F12 بشكل متكرر وسريع بيطالع لي قائمة الـ Boot Menu أو الـ Boot Manager من هذا المكان يا شباب فيني اختار الأداة اللي بدي أقلع عن طريقة بشكل مباشر اللي هي الـ CD-ROM مثلاً أو القرص الصلب أو الـ SSD أو عن طريق الفلاش ميموري لحتى ثبت ويندوز مباشرة دون الدخول للـ BIOS وعدل إعدادات الإقلاع من داخل الـ BIOS فأنا بختار الفلاش ميموري وبضغط انتر وبأقلع عن طريقة مباشرة شكراً لمتابعتكم أصدقائي وإلى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة التقنية عربية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة